بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة هنبدأ مع الأداء الخمسة من أدوات إدارة تكلفة نظام الإنتاج الآني ما هي نظام الإنتاج الآني هو نظام يعتمد على تخفيض مستويات المغزون إلى أدنى حد ممكن والعمل على جعله يساوي صفر إن أمكن ذلك وبالتالي يعمل على خفض التكاليف النتيجة من التخزين إلا أنه أفرض على نظام التكاليف وجود مجموعة من المشاكل التي كانت مختفية في ظل وجود مغزون ويتطلب ذلك ضرورة توضيط علاقة ثقة قوية مع الموردين والدائنين لضمان توريد الخامات المطلوبة في الوقت المطلوب وتوطيد علاقة الثقة قوية مع المستهلكين اللي هم العملاء حتى يستمر في التعامل مع المنشاة نظام دفع الإنتاج بوش سيستم هو نظام يتلقى مع بيئة الإنتاج التقليدية ما ينفعش مع الجت التي كانت تعتمد على الإنتاج الكبير المستمر مع دفع هذا الإنتاج للسوء سواء يحتاج هذا الإنتاج أم لا ويتمثل في الشكل التالي مشتريات المواد الخام مغزون المواد الخام نقضية المواد الخام نحطها في المغزن عند الطلب مركز التشغيل الاول لما يطلب ويبدأ يطلع مغزون إنتاج تحت التشغيل للمركز الاولِين عند الطلب مركز إنتاج انتاج الثاني يطلب ويبع بعد ما يصنعه يبقى مغزون انتاج تحت التجريد للمركز التاني. عند الطلب مركز التالت يطلب لحد ما له ده المركز التالت ده الاخير مركز التجريد الاخير يبقى يطلع مغزون انتاج تام يروح للمبيعات انتاج تام.